قناة النادي الأهلي أحد الأصول التاريخية الكبيرة اللي نجح مجلس إدارة النادي الأهلي منذ أعمل كابتن حسن حمدي وانحمد لله مستمر التطوير في قناة النادي الأهلي إحنا كنا عندنا فترة عندنا تعصر فيها ثم القناة النهاردة بتمر نهاردة تخطيتها الحفلة جائزة محمد بن راشد أنا بالمناسبة على الهوى بقول لأ هنا جاي لي إيميل من الجائزة النهاردة بيقول لو سمحتوا إحنا يعني كنا فخرين بتخطيط قناة النادي الأهلي وعايزين المحتوى لو سمحته لأنه احنا تابعنا في الحقيقة وفيه ترافك عالي على القناة وعلى المركز الإعلامي عنده فمحتاجين المحتوى ده يبقى واحد من أصول الجائزة بسم الله ومشاء الله هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي هو ده الكابتن محمود لما يطلع ويتم اختياره في حضور وده بس بيعكس تكاتف كل حاجة في النادي الأهلي مع بعضها يعني القناة وإدارة القناة مع النادي خرجوا بهذا النجاح اللي ساب هذا الانطباع ولما احنا قلنا هناخد هنقدم ملف اسمه المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي الأزرع الأربعة لهذه المجموعة الناس بتفكر ازاي وبالمناسبة تم اقرار أن تجربة النادي الأهلي سوف يكون لها ندوة في جائزة محمد بن راشد لتستفيد منها الأندلة العربية لازم هيتعام الندوة تعرض الآذي يعرض تجربته بقى عشان تتنقل ازاي لان من ضمن أهداف الجائزة يعني صاحب السمو الشيخ محمد واحنا حطين في اللواح بتاع النادي الأهلي لابد أن يتم استثمار التجارب النجاحة والمبدعة في خدمة المنطقة العربية عشان الكل ينهب ففي الحقيقة ده كان حوار ما بين كابتن محمود ورئيس مجلس الأمن قال له احنا فعلا عايزين يبقى فيه بريزنتيشن للتجربة بتاعة النادي الأهلي عشان أكبر عدد من الأندية الرياضية احنا كنا محافظين على سرية الملف ما كناش لأن دام الكية فكرية كان مفاجأة اختيار الكابتن الخطيب أو النادي الأهلي لأنه يلقي كلمة المكرمين يعني كنتوا عارفين وانتوا رايحين كانت مفاجأة وهم في الحقيقة خلينا نقول أن دبي هي مدينة مبدعة وتستسمر وتستسمر كل الرموز العالمية يمكن ده كانت أيما جابوا ديوجو أرماندو مارادونا عشان نحن شايفين احنا كأس اسمها جائزة جلوبر سكر من أسبوعين مؤتمر الاحتراف الرياضي فبيختاروا الرموز التي تضيف إلى دبي قيمة فكان هو لا يمكن أن يضيف إلى دبي قيمة غير الكابتن محمود ما احترمنا وتقدرنا فيه وده كان واضح أوي أوي في الحفل في الحقيقة وفي التغطية وفي النهاردة ويمكن أنا بهرج معهم بقولهم على فكرة احنا واخدين جائزة مالية بس احنا كنا مفروض لعشرة مليون درهم كلهم ناخدهم احنا كنادي أهلي لأن احنا عملنا لكو ترافيك لحد دلوقتي معدل 34 مليون فنحسبها بقى كل مليون بـ 45 دولار فنحسب كل ألف بـ 45 دولار فنحسبها فضحكوا قالوا يا دكتور سعد انت مش هتسبنا لما تاخد كل حاجة وتمشي فإحنا في الحقيقة ونحن ممكن قيمة الجازة ولا مشال يعني خلينا لا قيمة الجازة القيمة برضو قيمة نحنا واضحين قيمة مالية الحمد لله تم تحولها لمزانية النادي الأهلي في الحقيقة وأيضا نتخلي بالك مين اللي كان معاك تاني أكبر اتحاد في العالم وانت حضرتك بتسألني سؤال مهم جدا هو مين كان الحضور يمكن ان بعض الناس مش عارفة مين اللي كان الحضور حاضر رئيس الاتحادات الدولية لإسواف رئيس الاتحادات الأولمبية الصيفية كل الكرة القدم واليد والسلة والطيرة وكل ما هو اتحادات تحت اللجنة الأولمبية كان رئيس اللجنة قاعد كان ممكن يتم اختياره في الحقيقة كان معانا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كان موجود طبعا رمزنا الكبير استاذ الدكتور حسن مصطفى وبالمناسبة عضو مجلس أمنا موجود في الجايزة منذ أن تم بدء الدورة الأولى بتتكلم حضرتك عن رئيس وزراء باكستان وهو واحد من الرياضيين ويمكن كان يعني كان حتى قالوا احنا ياريتنا كنا عملنا فيلم بس الوقت ما سعفناش كنا عملنا فيلم تسجيلي عن النادي الأهلي كان يجب أن يزعف حفل اللي في التحق أنا بقول أسرار لأول مرة يعني معرفش حتى يعني ده كان مدى يعني أنه ما يتقالش لكن في الحقيقة الكلمة اللي قالها للكابتن الخطيب يعني كانت موجزة وموحية ومعبرة عن الموقف وبدون إطالة هو قاعد ما نمشي طول الليل من ساعة معرفة على فكرة كابتن محمود ما نمشي اليوم ده ده تكريم في حد ذاته لأنه قاعد أخذ الورق وقاعد يكتب وقاعد يراجع ويشتغل ويمكن فيه صورة احنا بنرجحها تاني الصدر ورجعنا عدلنا قال بس أنا عايز إيه في لما جاء عند كلمة يعني صاحب السمو محمد بن راشد وأن قيمة الجائزة بعد ما كتب وخلصنا واشتغلنا من قيمة صاحبها ومن قيمة صاحبها رجع تاني قال لا أنا عايز أقدم حاجة على حاجة ورجعنا برضو عدلنا وطبعا كان مجهد جدا 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 لأن طبعا ده أعتقد تقدير يضاف إلى التقدير اللي احنا أخذناه أن كابتن محمود يلقي كلمة المقرمين في الحقيقة ومبعدين كان فيه أربع مقرمين كان لهم تخصيص لو أنتو حضراتكو أخو صاحب أخو الأمير أمير دولة قطر كان موجود أيضا من المقرمين اللجنة الأولمبية القطرية لأنها في الحقيقة عاملة إنجاز كبير وكان أحد الملفات بتاعتها كاس العلم 22 22 وده واحد من الإنجازات الضخمة في الحقيقة لما تيجي بقى تبص هنا وتقارن بقى دولة بينين 12 استاد وتبص تحط النادي الأهلي لقى تلاقي النادي الأهلي وقف على رجليه كويس قوي وكان مشرف ليه مش بس الدولة المصرية ولكل العالم العربي والجائزة اسمها أفضل مؤسسة رياضية عربية تمام كان معنا مين صاحب أيضا معالي رئيس وزراء باكستان لكن هو أجل عشان زيارة كانت رسمية ده كان لهم الأربعة اللي سلمهم جائزة يعني شرفوا بتسليم الجائزة من ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد هو اللي سلم في الحقيقة كابتن محمود الجائزة جائزة رائعة يعني الحاجة التانية كان معنا أيضا الاتحاد الدولي لكرة اليد في الحقيقة وده تاني أكبر اتحاد دولي أنت عندك النهاردة ألمانيا الوحيدة النهاردة معدية مليون وستين لا ألف لاعب في مسجلين في الاتحاد في كرة اليد يعني انتحاد ضخم جدا في الحياة الدكتور حسن مصطفى عمل فيه تطوير كبير لا ده حاجة إحنا كنا فخورين بيها جدا لا والحادث اللي نظمه ده نقلة طبعا بالنسبة لنا كمان مصر في الحقيقة كانت الحمد لله أن الجائزة كانت تحت عنوان جائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد نتيجة عن تنظيمه لبطولة كأس العالم في جمهورية مصر العربية في الحقيقة إحنا كانت مصر نصيب الأسد وده كان يمكن حوار ما بين صاحب السمو الشيخ حمدان والكابتن محمود قال له مصر عزيزة على كل إماراتي وستظل عزيزة وغالية على كل إماراتي فمصر كبيرة كبيرة برموزها كبيرة بأنديتها في مقدمتها النادي الأهلي في الحقيقة ترجمة نانسي قنقر